زي ما قلت لحضراتكم نجمينا النهاردة زي ما قلت هو نجم عملاق في الإنجازات 17 سنة عارفين عن إيه لعيب يلعب 17 سنة ويحافظ على مكانته في النادي الأهلي ومنتخب مصر معناها فيه أسرار عشان يوصل لهو وصله ده زي ما هتسمعه وسمعته أسرار كتاك جدا بلس النهاردة الأول مرة هتسمعه أسرار من نجمينا كابتن السامة أخبرك يا سامة أنا أصدر بك كابتن كويس الحمد لله أقولي بقى إزاي حضرتك وبتاع والكلام لا ما لازم إحنا متعلمين في النادي الأهلي كده لازم كبير بتاعنا إنت معنا في الفرقة كنت زي النسمة جيد حقيقة لحد كم يسمع لك صوت ولحد كم يسمع لك مشكلة سواء في الملعب كان كل اللعيبة كلها بتحبك سواء في المتخب مصر أو في النادي الآن الحمد لله إحنا النهاردة لما أنا بصيت كده على 17 سنة يا بتهم إيه السر اللي خلاك قعبت 17 سنة متواصل ومكانتك محفوظة في الفرقة أساسي مش قولك مثلا بتلعب احتياطي لأ في الأول إنت قلنت إيه تقع في البداية طبعا في الأول بتقعد احتياطي وبتقبل تقعد احتياطي إنما لما جي الوقت إن إنت حطيت طريلك فيه طوله مصطوب إيه جدع بقى شيلني من الحتة دي إيه السر في كده الأول حاجة طبعا أكيد في توفق من ربنا لأنه لأنه فيه ناس كتير كفحت وبذلت جهد وكان عندها إصرار وتصميم وكل الكلام ده ولكن لم توفق أو جالها إصابات أرزاء آه طبعا لأن أنا مؤمن بالحتة دي تماما مش بس في كرة القدم في الحياة عمتها هو قد أقدار كلها آه يعني إنت بتبزل جهد طبعا النقطة بقى اللي حالك بتكلم عليها آه فيه جهد تبزل كبير جدا فيه حرمان كتير جدا يعني ممكن صحابك مثلا كانوا بيصهروا وإنت بتروح تنام من الساعة تصعى مرة لوحدك أحيانا كتير جدا أنا فكر مثلا قبل آآ ملعب في النادي الأهلي آآ جالت لإصابة كبيرة كده شوية وكنت بروح أجري في نادي الجزيرة في التراك في نادي الجزيرة الواحد وأتمرها لوحدي رغم أن كان لسه كان اسمك لسه خبعيد خارج كان زي بيتقال بالألم والرصاص آآ مظبوط آآ فأكيد يعني خدت مني حرمان من حاجات إصرار تصميم آآ جهد مسابرة كل الكلام دوت آآ مع التوفيق اللي أنا بقول عليه آآ مع التوفيق اللي أنا بقول عليه آآ مع التوفيق اللي أنا بقول عليه